الوقت في ستات أو رجالة يقولك دي ما بتتمحش دي فكرالي أجندة سودة كده فكرالي كل غلطات مثلا بقلنا 25 سنة متجاوزين ده طبعا نسائي يا مدام إيمان ولا 30 سنة متجاوزين فكرالي بالصمت وبالملي كل حاجة ده طبعا نسائي بيظهر عند الغضب ما بقولش ان كل الستات كده بس ده طبعا يشيع في الستات وموجود في بعض الرجال بس هو أشيع منه في الستات عند الغضب وعند الخصام تفتكر له القديم كله ست تفتكر آه وتجيب بقى إيه تجيب له الماضي كله نعم إنما يعني هنا بقى ما سمحتش كانت لا لا هي ممكن تكون سمحت وكل حاجة بس هي مش ناسي يعني إذن فيه فرق ما بين ان الواحد يسامح والواحد ينسى النسيان ده مش بقيد الإنسان إنما التناسي هو اللي بقيد الإنسان شوفي حقولي حضرتك على حاجة وده معنى مهم للغاية للرجالة والستات ومش في العلاقة بين الزوجين بس ده في العلاقات الإنسانية عموما لما أنا بعات بحد في حاجة معناها إن أنا بعزه إذا ذهب العتاب فليس وده ويبقى الوده ما بقي العتاب طول ما فيه عتاب بيني وبينك يبقى أنا باقي عليك يوم ما هتبقى مش فارق معايا لما أزعل منك هشطوبك من حياتي وانتهينا فيبقى العتاب الغرض منه إيه إن أنا أبين للقدامي إن أنا زعلان واخد على خطري منه في رضيني أو يشرح لي طيب لما تعاتب ونوصل لحل إن الطرف اللي تعاتب أقر بغلطه واعتذر وقام عن في الاعتذار وقال والله أنا أبقى بعد كده على الصراط المستقيم حلو مش هو ده النتيجة المطلوبة في أحسن من كده طيب لما أنت بعد ده بقى وبعد حتى أنت ما تقول له خلاص عاف الله عما سلف بعد ده وبعد عاف الله عما سلف ترجع في أي خلاف تنقوزه تقوم جايب له القديم ده اسمه إيه بقى؟ ده اسمه تقريع تقريع؟ تقريع آه يعني نقوزة اللي حرج بتقولي عليها دي إلى تسميم البدن باللهجة العامية فمعنى كده بيقول بفلان بيقرع فلان يعني بيوبخه يبقى احنا ما بقيناش في حالة العتاب اللطيفة اللي هي بتحقق اللي فيها مواده ده اسمه معايرة كمان بالمناسبة ده معايرة لأن أنا أقريت بغلطي لأن أنا اعتذرت خلاص لأن أنا أقمع أنت في الاعتذار لأن أنت بعد كل ده وفقت كمان وقلتني أنا مسامحك إيه الداعي إن لو أنا حتى غلطت غلطة جديدة إنك تجيب لي الملف القديم ده من الأخلاق غير المرضية نعم وعاقبة صاحبها مش جيدة على فكرة